دكتور خطار أبو دياب كنا نتحدث عن المشاكل بين البرهان و داقلو هنا في نقطة أخرى أيضا مش بس أنه الادمج في أيضا اتهامات للجيش بأنه لا يتعاطى بحزم كافي مع بين قوسين من يسموا بأتباع النظام السابق الطيار الإسلامي داخل الجيش وأن داقلو هو الشخص الذي يشن حملة قوية ضدهم وبالتالي حصل على دعم بعض التيارات السياسية وحتى في الشارع هنا هل يمكن أخذ الموضوع من هذه الزاوية أيضا خصوصا وأن المستفيد الوحيد من هذا الاقتتال الحاصل عسكريا هي تلك المجموعات الإسلامية التابعة للنظام السابق التي ربما تستفيد من إضعاف الطرفين معا ما رأيك؟ هذا سؤال جوهري وهذا التقييم صحيح بالفعل داقلو الذي يأتي من غرب البلاد من دارفور وكان تاريخيا قبل أن يأتي ليدعم الجيش هناك يعني هو لم يدخل المدرسة هو ليس لا فريق ولا ظابط ولكنه تدرج عبر العمل الميداني وكان قريبا من البشير ولكنه في 2019 انحاز إلى الناس إذا شئنا وتسلمت قوات الدعم السريع مراكز أساسية كانت مسلمة لها أيام البشير ومنذ ذاك الوقت أخذ داقلو قطرح نفسه كضمانة لعدم عودة هذا الطيار الإسلامي بالسيطرة على المؤسسة العسكرية وبقاء الحكم في البلاد المسألة ليست بهذه السهولة لأن الجيش في السودان موجود منذ ستنات القرن الماضي لم يغادر تقريبا السراية لكن الأخطر عنده منذ 1989 منذ انقلاب البشير مع الترابي دفعات كاملة من الزباط دفعات كاملة من العسكريين أتت من هذا الطيار الإسلامي إذن الزعم بإمكانية اشتتات كما فكر الأمريكان في العراق اشتتات البعث من العراق كفكرة اشتتات الإسلاميين من السودان المسألة ليست بهذه السهولة وهل هم يستفيدوا أو المسألة ليست محسومة المشكلة الكبرى الآن أنه يمكن أن نقول بأن العسكريين منقسمين ولو أن قوات الرضع كما قلنا ليست رسميا ضمن قوات الجيش وأن الطيار المدني أيضا منقسم بقوة يعني قوة الحرية والتغيير لجان المقاومة الطيارات الإسلاموية الكامنة ولذلك وضع السودان اليوم يتطلب نعم طاولة حوار يتطلب وقفة ولكن الأهم هو وقف شلال الدم اليوم حتى لا ينفجر السودان أكثر طيب دكتور إدمون غريب ما رأيك أنت من هذه الزاوية فعلا أنه موضوع المواليين للبشير في الميزان روسيا مهتمة بالسودان لافروف كان في الخرطوم في فبراير الماضي تحدث عن طلب قاعدة عسكرية على البحر الأحمر هذا شيء مهم هناك من يربط أيضا الوضع في السودان وليبيا مع بعض عبر تشاد وعبر قوات فاغنر أليس الوضع في السودان مهم جدا بالنسبة لواشنطن أم أن الاهتمامات الروسية والصينية في السودان والارتباط بليبيا لا يعني الكثير وإنما التركيز الأهم هو على أن يكون هناك حكومة مدنية فقط لأن أمريكا يهمها مصالحها في النهاية أكثر من ديمقراطية أو مدنية حكم أي دولة أخرى فعلا فيما يتعلق بموضوع أولا العلاقة بين الجنرال داقلو والجنرال بوران ووجود كتل أو تكتلات أو قوة تعود إلى النظام السابق والنظام البشير وصحيح أن يبدو كما على الأقل هذا ما يكتب وما يذكر بأن هذه القوة لا تزال تأمل في أن تلعب دور أكبر وترغب في العودة إلى السلطة أو على الأقل اللي بقاء على نفوذ لها في القوات المسلحة وطبعا في البلاد ككل وأن هناك توتر أو خلاف بينها وبين الجنرال حميتي وبالتالي فأن هذه بدون شك أيضا من بين العوامل أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة والولايات المتحدة كانت دائما تقول بأنها تؤيد الديمقراطية تؤيد العودة إلى الحكم المدني ولكنها في نفس الوقت الذي كانت تقول ذلك كانت أيضا تقول بأن هناك دور للجيش وأن القوة المدنية يجب أن تأخذ ودعين الاعتبار انتيازات الجيش ومصحة الجيش ونظرة الجيش وبالتالي فأن الولايات المتحدة حاولت أن تحافظ كما يقال في المثل الشعبي رجل في الفلاحة ورجل في البور إلى حد ما ولكن الإدارة كانت دائما تركز وهذا من المبادئ الأساسية للديمقراطيين أو لهذه الإدارة إدارة الرئيس بايدن بأنها يجب أن تدعم القوى الديمقراطية وتدعم الديمقراطية على حساب السلطات العسكرية ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة كانت قد ترغب أيضا في تحصيل وتحقيق أهداف أخرى بينها كان الاتفاق تطبيع مع إسرائيل رفع العقوبات مقابل التطبيع وغير ذلك وبناء علاقات وتحالفات فالولايات المتحدة مهتمة بالسودان ومهتمة أيضا بإبعاد النفوذ الروسي والصيني عن السودان ولكن أيضا الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في وضع أيضا في وضع صعب وهي مهتمة لأولوياتها هي الصراع في أوكرانيا حيث تلعب دور أساسي وراء دعم الحكومة الأوكرانية وهناك أيضا الحديث عن صراع مع الصين حول تايوان ولكن طبعا ليس فقط تايوان بل تايوان هي رمز إلى حد مالح أهمية وطبيعة هذا الصراع لأنه هو صراع على النفوذ صراع على الموارد وصراع حول تشكيل العالم الجديد طبيعة العالم الجديد وكيف سيتشكل هذا العالم بعد الأحادية القطبية ولذلك فإن واشنطن في نفس الوقت التي تهتم بما يجري في السودان فإن هذا يعني لأن لديها أولوياتها أيضا فإن يتواجه تحديات كبيرة في المنطقة ما يجري في إسرائيل مثلا داخليا ثم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين والقوى المقاومة في المنطقة وبالتالي فإن هذه أيضا من العوامل الأخرى أحد قادة الطيران في الولايات المتحدة يقول بأنه من المتوقع أن نرى حرب مع الصين في العام 2025 وزيرة الجيش الأمريكي تتحدث بأنه يجب إعادة بناء العلاقات والقواعد والفصول على قواعد جديدة وإرسال قوات برية إلى منطقة المحيط الآدئ وبحر الصين الجنوبي إذن كل هذه تظهر بأنه في الوقت الذي تهتم الولايات المتحدة بالسودان لأنها دولة مهمة جدا وهي مهمة ليس فقط لحلفائها وشركائها في المنطقة وهي دولة غنية فيها الذهب وهناك دور حتى ليقال لمنظة مجموعة وفاقنر الروسية كان هناك وبالتالي فإن الولايات المتحدة تهتم ولكن كما قلت الإدارة أيضا منشغلة بأمور كثيرة بما فيها الوضع الداخلي في الولايات المتحدة طيب أستاذ عكاشة أستاذ خالد عكاشة أيضا من وجهة نظرك هنا موضوع البعض يسميها قوى مركزية قوى عميقة استيار إسلام سياسي البواليني عمر البشير هل كان لهم دور برأيك في تصعيد الخلاف بين الرجلين وخصوصا أنه كان يمكن ربما إعطاء الموضوع فسحة أكبر للنقاش والحل يعني إعطاء دقلو ربما دور سياسي مثلا في المرحلة القادمة مقابل دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان ممكن إيجاد تخريجة دون العمل على استهداف عنصر من عناصر التفاهم الموجودة حاليا وإقصاءه محاولة إقصاءه لماذا برأيك الرئيس البرهان ربما فضل الضغط بهذا الاتجاه بينما كان ممكن إيجاد حل هل كان الحوار بينهما برأيك صعب هل فيه فعلا قوة أو داخل المؤسسة العسكرية من عمل على زي ما نقول في مصر ضرب أسفين بين الطرفين وزيادة التوتر بينهما يعني لا شك في الجزء الأخير من السؤال وهو أعتقد أنه قريب جدا من الأحداث في داخل السودان أعتقد أن منورات عديدة قد جرت من أجل توتير العلاقات ما بين المكونين وما بين الشخصين بشكل كبير لكن ربما أشعر بأن هناك تضخيم لمسألة الدور الذي قد يلعبه أنصار البشير أو معطنق طيار الإسلام السياسي على الأقل في المؤسسة العسكرية لأن هذا الطيار هو كما قال دكتور خطار منذ قليل هو طيار متأصل ومتجدر في الداخل السوداني بدليل تسلله إلى أيضا المكونات المدنية ليس الأمر قصرا على المكون العسكري وحده وهو بالفعل قريب الشبه بمسألة البعث العراقي على سبيل المثال عندما تتحدث عن ثلاثة أو أربعة عقود كان هذا المكون هو المهيمن والمسيطر على مقدرات دولة بحجم السودان إذن هؤلاء لا يمكن إزاحتهم بجرة قلم يمكن كان استيعابهم داخل منظومة جديدة وحديثة توضع في مسألة الإطار السياسي الذي كان ينتظر أن يخرج إلى النور لكن الخلاف العسكري اليوم وسبقه الاحتدام ما بين الرؤيتين أعتقد هو ما يفجر المسألة بهذه الصورة لكن دعني أستاذ يوسف أن نشير إلى مستقبل قد يكون مظلما إلى حد كبير وهذا من الواجب التنبيه إليه أن في حال فشلت قوات الدعم السريع في ضرب سيطرة القيادة العامة في الخرطوم وفي مراوي وفي المناطق التي يدور فيها الصراع اليوم هل سيعود قوات الدعم السريع ودكله على وجه التحديد إلى العرين الرئيسي له وإلى درفور وهنا نحن نكون في شبح أو في مواجهة شبح انقسام جديد قد يتهدد السودان وهذه معادلة شديدة الخطورة يعني العودة اليوم إلى مائدة التفاوض هي تعيد أفاق ومستقبل قد يكون إيجابيا بعيدا عن هذا السيناريو الأسوأ لأن قوات الدعم السريع لن تقبل بخساراتها لو أن المعادلة باتت صفرية وامتدت لأيام ولأسابيع حول معارك حول مقرات السيادة السودانية مثل القصر الجمهوري أو محطة التلفزيون الرسمي أو غيره من النقاط الاستراتيجية المطار وغيره ماذا لو أن الجيش فرض سيطرته أو استطاع أن يفرض سيطرته عليها هل سيعود الدعم السريعي لدرفور وهنا نكون أمام سيناريو أعتقد أنه لا يريده أحد للسودان من الممكن أن يتقدم الوسطاء في هذه المرحلة وفي هذه اللحظات المبكرة من هذا الشرخ ومن هذا الصدع الذي ضرب السودان في هذه الفترة كي يعود بنا إلى مائدة تفاوض تعيد عملية الإدماج الدور السياسي الذي أشرت إليه حضرتك إلى حمدان دجلو أعتقد أنها تخريجة عملية وبالفعل ترضي طموحات هذا الرجل الذي كان شريكا من اللحظة الأولى في عملية إزاحة حكم البشير والبدء في المرحلة التالية لكن لابد أن يكون هناك تنازلات من الطرفين كي ينجح هذا التصور وهذا السيناريو الأفضل من وجهة نظر طيب دكتور خطار برأيك هنا كان في وسطات كان في لجنة ثلاثية كان في وسطات مهمة نجحت في الملف السوداني يعني كلما كان في أزمة في المفاوضات بين المكون المدني والمكون العسكري أو حتى أطراف أخرى رفضت توقيع حتى على التفاقق طاري كان في دور مهم هل تتوقع أنه ممكن لهذه اللجان لجنة الثلاثية الوساطة ممكن أن تعود للعب دور الوسيط مجددا أم أنه بعض الأطراف الإقليمية والدولية تود أن ترى قوة الطرفين على الأرض قبل التدخل للتوسط ربما يعني الترياق أو العلاج في هذا الموضوع ليس بالأمر اليسير سننتظر اجتماع جامعة الدول العربية وموقف هذه اللجنة الثلاثية لكني أميل للاعتقاد بدون أن يكون عندي معلومات بأن الولايات المتحدة وعدت الجنرال البرهان بأن هناك تخلي إقليمي عن داكلو وأن صلاة داكلو إن كانت روسية أو حتى مع دول أخرى لن تغير في الوضع وربما هذا دفع أكثر ضمن لعدم التفاوض أو لعدم قبول ما كان يسميه الضيوف الكرام مسألة التنازلات المتبادلة أو قبول الآخر من الواضح الآن أنه حتى شرق السودان احتج على اتفاق الإطاري قبائل البجة دكتور خطار سمح لي حتى لأنه كنا متوقعين هذا الخبر رويترز تنقل عن شهود عيان بأنه في قصف جوي من طائرات قصف جوي من الجيش السوداني على قاعدة لقوات الدعم السريع في أم درمان الجيش السوداني كان قال بأنه سيقوم بعمليات مسح جوية لأماكن وجود قوات الدعم السريع طلبة من المدنيين من السكان من الأهالي البقاء في منازلهم والآن حسب رويترز وشهود عيان فهناك في ضربات جوية للطائرات الجوية أو الطائرات السودانية لقاعدة قوات الدعم السريع في أم درمان هذا خبر لكن سنبحثه بعد قليل ربما لأنه في سؤال أنه سيد دقلو في اتصاله معنا في سكاينيوز قال أنهم سيطروا على كل القواعد الجوية وأن أي طائرة سودانية في الجو لن تستطيع الهبوط وبالتالي السؤال من أين أقلعت هذه الطائرات على كل دكتور خطار سيزيد هذا الأمر سيزاد هذا الخبر سيزيد الأمور ثوءا سيزداد العنف وهذا يعني ماذا كان هناك فعلا احتجاز لذباط نصريين هذا كان خطأا كبيرا من قبل قوات الدعم السريع إقحام مصر محاولة أحراجها ومصر دوما عمق السودان وهي دوما حريصة على أمن السودان وأمنها القومي مرتبط بأمن السودان هذه بديهيات الآن نصل إلى دغدغة الأوهام ربما عند الجيش الآن هذا التصور بإمكانية إبعاد قوات الدعم السريع خاصة عن مروة عن إمدنوان عن خرطوب لكن السيناريو الذي اتراحه الأستاذ عكاشا دقيق جدا هذا يعني الانكفاء نحو درفور وهذا يعني درفور من جهة وفي الشرق هناك نفوذ لدقلو في مناطق المناجم معروف سلاطه في هذا الموضوع وهناك إذن الحكومة المركزية سيكون من الصعب العودة للحكومة المركزية سيكون خطر التفكك مثلا أمام عيوننا وكأن ترك جنوب السودان للسودان لم يكفي وسنصل الآن بدل أن نصل إلى التطورات الإيجابية لإيجاد مخرج ديمقراطي إيجابي للسودان نصل الآن من خلال هذا العنف والعنف المضاد إلى احتمال التفكك طيب دكتور إدبوند يعني لو سمحت لي بدأ أسألك سؤال في إطار نظريات المؤامرة شوي إذا يعني لأنه أقرأ تعليقات المتابعين للشأن السوداني على وسائل التواصل الاجتماعي هناك من لفت الانتباه لأنه يعني الشرق الأوسط عانى من كثير من المشاكل فجأة بدأنا نشهد مصالحات في الشرق الأوسط بشكل إيجابي لدعم التنمية ومشاريع الاقتصاد والتعاون الإقليمي وإذ بناء نجد هذا الوضع ينفجر في السودان بهذا الشكل ما زاد من نظرية المؤامرة هذه تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يعني كذا يجي بأنه يعني نحن نعرف أن هذا سيحصل وهذا الأمر ليس بكبير وكأنه هناك من يريد استمرار التوتر في المنطقة هنا في هذه المكان بالضبط هل هناك احتمال لتدخلات خارجية لتوليع أو لإشعال الأمر أم أنه برأيك أنت الأمر سوداني بحث داخلي كان متوقع لا بد أن نصل إلى هذه النقطة بسبب ما يحصل هذه المسألة إلى حد كبير هي فعلا داخلية سودانية وهي تعود إلى خاصة السياسة التي تبنى الرئيس عمر البشير ثم بعد ذلك ردود الفعل عليه ولكن في نفس الوقت التي هي بالأساس هي مشكلة داخلية سودانية إلا أن الكثير من الدول الأجنبية والدول المجاورة تدخلت في شؤون السودانية وهذه أضافت إلى الصراعات التي نراها لأن كل هذه الدول بدأت تحاول تحقيق أمور أو مصالح لها في السودان أو تتنافس مع دول أخرى نظرية المؤامرة طبعا هي دائما موجودة وهذا لا يعني أننا يجب أن ننفيها تماما لأنه إذا عدنا إلى الوراء قليلا نرى ما الذي قالته كوندوليزا رايس مثلا أن الفوضى الخلاقة الفوضى الخلاقة مفيدة للدول الكبرى ولكن في نفس الوقت أعتقد أن ما نراه الآن هو أنه يبدو أن هناك نوع من شبه الإجماع بين جميع الدول والقوة والأطراف إن كانت الدول العربية ونراها الآن اتصالات بين الولايات المتحدة والأمارات والسعودية اتصالات مصرية هناك أنباء أن تتحدث عن اتصالات مصرية سعودية وربما عن نحاول لجمع القيادات في مكة المكرمة وبالتالي فإن هذه أيضا من بين الأمور التي نسمعها الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة وإلى الحوار كذلك البريطانيين والفرنسيين والاتحاد الأوروبي والروس والصين إذن كل هذه تدل على أن هناك على الأقل رغبة في التهدئة إلى أي مدى بعض الدول قد يكون لها مصلحة في توتير أو أوضاع أو زيادة تصعيدها طبعا قد يكون هناك لبعض هذه الدول مصالح ولكن حتى الآن يبدو أن هناك مخاوف من أنه إذا استمر هذا الصراع فسيكون له نعكاساته على المنطقة ككل وقد بدأنا كما جاء النبأ على أم درمان فعلا وهناك أيضا كما قبل قبل بدء البرنامج كان هناك فعلا خبر عن موضوع أم درمان وخبر أن هناك القتال في درفور أيضا وفي بعض المناطق الأخرى في الغرب لا أعلم مدى صحة هذه المعلومات ولكنها جاءت على الأخبار وبالتالي هذا ما كنت أود أن أشير إليه في البداية أنه إذا لم يتم حسم هذا الأمر أو التوصل إلى تفاهمات فهو أن هناك خطر اندلاع صراع عقيقي يتوسع لأن هناك قوة أخرى لا يسيطر عليها الجيش ولا تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي موجودة في مناطق مختلفة ومسلحة وبعضها قبلية وبالتالي فأنها هذه أيضا سيكون لها تداعيات على الوضع إذا لم يتم حسم الأمر أو التوصل إلى تفاهمات واضح طيب سيد خالد عكاشا في النهاية يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور إذا جينا نختم هذه الساعة وخصوصا من ناحية استراتيجية أمنية فيما يتعلق بالسودان هل يبدو سيناريو التقسيم مجددا هو الغالب إذا لم يتم تحكيم العقل والعودة إلى التفاوض يعني أعتقد كافة الأطراف التي ذكرها دكتور إدموند منذ الحظات ستكون حريصة على الأقل في الغد للبحث عام خارج تحول دون الوقوع في السيناريو الأسوأ لكن كافة المؤشرات الأمنية والعسكرية تشير إلى أن سنتابع ليلة يتصابق فيها كلا المكونين حول تخطيم قدرات الجانب الآخر أو الطرف الآخر من أجل أن يكون الوصول إلى مائدة التسويات كل منهم يريد أن يرفع من أسهم ما يستحوز عليه وهذا يفسر الضربات الجوية التي جرت في مواقع تابعة للدعم السريع هي رغبة من القيادة العامة من أجل تقويد سيطرة الدعم على بعض من المناطق الاستراتيجية هو يستخدم سلاح الجو باتباره ميزة نوعية تتميز بها القيادة العامة في مواجهة الدعم السريع لا أظن أن الدعم سيخرج بعيدا عن هذا المخطط هو الآخر ربما يشن خلال الليل بعض من الهجمات النوعية السريعة من أجل الاستحواز على نقاط أيضا تعطي له ميزات في حال برزت شكل من أشكال التسوية في الغد الجامعة الدول العربية وأي من الأطراف الدولية لكن ستكون هناك إرادة حقيقية على الأقل في اليومين القادمين من أجل الإحاطة بهذا المشهد كي لا يتداعى ولا ينزلق إلى ما هو أسوأ هناك رغبة حقيقية وهناك مسارات مفتوحة بالفعل وهناك وسطاء بدأوا العمل منذ شهور أظن أنهم جميعا سيكونون معنيين بإتمام مهمهم منهم الولايات المتحدة الأمريكية منهم المملكة السعودية الإمارات المتحدة مصر موجود على الخط مع الأمم المتحدة كل هؤلاء قادرين بالفعل على مد يد العون إلى السودان من أجل عبور هذا المنزلق لكن تبقى الكرة في الملعب السوداني كي تتوافر إرادة حقيقية من أجل مشاعدة هؤلاء